استكملاً للكلام ده دكتور عشان يعني شو بالجابة التانية فهم ده أليس ذلك إقحاماً للدين في السياسة؟ بمعنى لما وصف المقاطعين أو الذين لن يشاركوا بأنهم آثمون أليس ذلك إقحاماً للدين في السياسة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاماً على رسول الله أجمعين بدون مقدمات وإظهاراً للحقيقة سنقول أن الطريقة التي كانت متبعة في عهد النبي وفي عهد الخلفاء الراشدين من بعده لاختيار خليفته كانت البيع وموجودة الآن في بعض الدول العربية عندما يتفق أعضاء المجتمع على نظام ويضعونه داخل دستور ويتم الاستفتاء على الدستور أصبح هذا الدستور ملزم للجميع ويجب علينا عدم مقاطعته أو مخالفته شأن شأن القوانين التي تصدر من مجلس النواب مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية فاليوم عندما نقول المقاطعة دينياً لا نقول المقاطعة دستورية المادة 87 من الدستور واضحة وصريحة ده خطب سياسي واجب ما هو كلمة واحدة هل إبداء الرأي والتصويت بالانتخاب حق أم واجب لو قلنا أنه حق يجب من حق أن أستخدمه كيفما أشاء أستخدمه أو لا أستخدمه أقتنسه أو أتنازل عنه لكن حينما نقول واجب على كل مواطن ومواطنة إبداء الرأي إذن القانون الذي هو الدستور الأعلى الذي ارتضيناه نحن كأعضاء في الجماعة البشرية يطالبنا وبالتالي رجال الدين لا يمانعون في ذلك طالما أن دستورنا الذي ارتضيناه كأفراد مجتمع يقول لنا بس تأصف المخالفين بالإثم بالإثم هنا يعني الإثم يأتي باستخدم الحلال والحرام يعني باستخدم عندنا يتم التكييف التكييف هنا أننا عندنا في الشريعة الإسلامية مصالح معطبرة ومصالح ملغاء ومصالح مرسلة المصالح المعتبرة هي المصالح الضرورية التي تبنى بها البلاد والعباد وتراعي مصالح العباد هل هنا في مصرنا الحبيب الآن تبقى لأحكام الدستور وأحكام القانون يحتم هذا الأمر مصلحة البلاد العليا أن نخرج للإدلاء بالصوت أم ليست من مصالح الدين؟ من المصلحة لكن الحديث بشكل سياسي وليس بوصف المخالفين يقول ابن القيم أنهم يرتكبون إذماً أو معصيةً يقول ابن القيم أينما تكون المصلحة فسمى شرع الله طالما أن هناك مصلحة عليا البناء على الأرض الزراعي تم حق الملكية يعطيني حق الاستعمال والاستغلال والتصرف عندما يأتي ولي الأمر ويقول ممنوع البناء على الأرض الزراعية وهي ملكة وتصرف فيها كيفما يشاء يجوز طاعة ولي الأمر يجب طاعة ولي الأمر أم في الونزة الطيور لا يجوز التربية الطيور في المنازل يجب طاعة ولي الأمر فلما يجي ولي الأمر يقر إلي دستور والشعب يرتضيه والقانون موجود نقول يأسم من يدعو إلى مقاطعة هذا الإجراء لأنه يلحق الضرر بالمصالح العليا للوحي اشتركوا في القناة